طيب النهاردة خبر سعيد رفع الأسقال اللي كان لو كان موجود في الأولمبيات توكيو اللي فات كان يعني مصر على الأقل لتاخد مدليتين النهاردة انتهاء إقاف اتحاد رفع الأسقال النهاردة الأحد هينتهي فاطل إقاف اتحاد رفع الأسقال بعد غياب على المشاركات لمدة سنتين بدأت 12 سبتمبر 2019 مصر كانت تتوقفت بسبب حالات منشطات حراماتنا من البطولة بطولة العالم اللي تلعبت في صفح 2019 في تايلان اللي قبضة حصل ليه؟ حصل بسبب سبع حالات إيجابية للعيبة ناشئين في بطولة أفريقيا أواخر سنة 2016 يا خبر بياد ومرة واحدة لقينا الاتحاد الدولي رح مطلع قرار بيقاف مصر سنتين في اللايحة بتقول ايه؟ لو أكتر من ثلاث حالات إيجابية في أي منتخب بيتوقف الاتحاد بتاع الدولة ثلاث سنتين طب ليه بيقول كده الاتحاد الدولي؟ المشرع هدفوا ايه هنا في الاتحاد الدولي؟ هدفوا ان طرامة لقوا اكتر من ثلاث حالات ما بقاش حالات فردية بقى ممنهج هو بيعتبر كده يعني هو شايف كده الاتحاد الدولي انه اكتر من ثلاث حالات لق دي مش حالة فردية ممكن لقى يعني ياخد حاجة من وراء الجهاز الفني من وراء الاتحاد ياخد بروتينات مش معروف مصدرها ياخد فيتامينات مش معروف مصدرها لان فيه شركات بتبقى مجهولة بتحط جوه منتجها بعض الحاجات اللي مش ليجل عشان تديك نتيجة اسرع فانت شغل تجاري فانت بتبقى عارف المصدر الاتحاد بيبقى حاطط لك والله انت عندك فممكن لانما لما يبقى سبع حالات لا مش طبيعي اه ونتمنى ان لعبتنا والاتحاد قبل لعبتنا الاتحاد قبل لعبتنا اللعيبة ناشئين زغارين مش فاهمين حاجي اللعيبة ناشئين سبع حالات ناشئين مش فاهمين حاجي وكانوا تحت 19 سنة زغارين مش فاهمين ممكن يكون فعلا زي ما بقولك انا جبت اه ده بص انا جبت البرتنات دي تحلوة قوي ورخيصة طب هاتلي منها طب مش عافية طب في الاتحاد تعال يا ابني ورين هتحلل عندنا الهيئة عندنا بتاعت المكافحة المناشطات او النادو في مصر فاتح باب و24 ساعة اللي عايز يجيب اي حاجة عايز يحلل عايز يعرف مفتوح اي استشارة منروح الاتحاد هنا دوره تنظيمي هو اللي بينظم للعيبة اللي بياخدوه لعيبة ناشئين عارض لو لعيبة درجة اقول او لعيبة منتخبات اقول ماشي ده عارف وبيعمل ايه انما هم مش عايفين حاجة حبيبي سبعية سبع عشر ساعة ستاشر سنة ولدنا لما راح اه اتعمل لهم تحليل سبع سبع عينة طبعا كانت صدمة كبيرة عاملنا تظلوا ما حصلش المحصلة مصر طرف عنها اليقاف ولكن بعد ايه بعد ما حرمنا من توكي ولكن البطولة اللي جاية بعد اقل من ثلاث سنوات عشرين اربعة وعشرين ما تعتبرش وعندنا بطولة عالم اخر السنة ودي طبعا اعداد كويس محمد ابن رحمن ونجمنا طبعا كل كل كله هخش طيب انا بس السؤال بقى فاضل قد اقل من ثلاث سنين ما تعتبرش نفسك في عشرين واحد وعشرين اعتبر نفسك في عشرين اتين وعشرين خلاص اللمبيات الجاية عشرين اربعة وعشرين في باريس سنتين هنغمد ونفتح لقى نفسينا رائحين تاني وانا شايف الدنيا نامت والدمام والامور تمام وما فيش حد وما بي خلاص ازا ما يقوله زوبع فنجن لا يا جماعة لازم نسحى تاني ونفوق تاني ونركز تاني عشان ما نرجعش الانبيات عشرين اعشرين اربعة وعشرين والله هو ايه اللي حصل ده احنا ملحقناش فلازم الناس الدنيا تفوق وتشتغل لعشرين اربعة وعشرين